السلام عليكم العافية تامن اليوم رح نحكي عن اخر وحدة بالكتاب وهي وحدة اعداد الطعام في هاي الوحدة بنحكي عن بعض المفاهيم الاساسية لبعض طرائق الطهو ورح نتعرف على خصائص تخص كل طريقة من طرق طهو الطعام ونعرف ما هي امور الصحة والسلامة العامة اللي بنراعيها اثناء وبعد وقبل اعداد الطعام اول اشي بنحكي انه الانسان عرف الطهو منذ القدم واستعمل الحرارة واكد بان الحرارة ضرورية جدا لانها تعمل على القضاء على المايكروبات ويمكن بواسطها انتاج اصناف متنوعة من الاطعمة اهم امور الصحة والسلامة العامة اللي بنراعيها اثناء وبعد اعداد الطعام وقبل اعداد الطعام اولا غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد اعداد الطعام ارتداء الملابس الخاصة على العمل المحافظة على الاواني وادوات الطهو نظيفة تجفيف اليدين جيدا قبل استعمال الالات الكهربائية محافظة على السلامة العامة الشخصية وتجفيف الاطعمة المراد قليها قبل وضحها في الزيت الساخن عشان ما اتأذى انا مراقبة عملية الطهو باستمرار عشان ما يصير في عندي اي عملية احتراق للطعام توجيه مقبض المقلاو الاباريق الى الداخل لانه اثناء عملي في المطبخ بكون مستعجرة احيانا فممكن انه هذا يسبب لي اذى اذا كانت موجهة الى الخارج باتجاهي انا مكا ما بتحرك واغلاق انبوبة الغاز بعد طهو الطعام وهي اهم امور الصحة والسلامة العامة لنرعيها طرائق الطهو عندنا خمس طرق لاء الطهو رح نتعرف على الخمس طرق لاء الطهو رح نحكي عن خصائص كل طريقة واهمية كل طريقة طبعا الانسان بيستخدم او كل انسان بيستخدم الطريقة اللي بتناسبه ممكن طريقة تناسب شخص لانه هو مريض او بيحتاج لحمية غذائية معينة ممكن انا عندي اطفال ما استطيع اني اطعميهم بعض الطعام اللي مطهوا بطرق معينة فلابد من اني انا اعرف ايش هي طرق الطهو الخمسة اول طريقة من طرق الطهو الطهو بالسلق اسهل طرق اعداد الطعام واقدمها هو الطهو بالسلق ويكون ذلك بوضع المادة الغذائية في وعاء يحتوي على ماء وحجمه مناسب واحط في المادة الغذائية واعمل على غمرها بالماء وثم وضعها على المصدر الحراري وتركها على درجة الغليان لحتى تنضج ومن الامثلة عليها زي ما احنا بنعرف سلق اللحوم سلق الدجاج البيض البطاطا الان علينا مراعاة ان تكون كمية الماء كافية لغمر المادة الرذائية لمراد سلقها حتى تستوي بعملية السلق ان يصل الماء الى درجة الغليان ما لم تتطلب عملية السلق غير ذلك ازالة المواد المتخثرة اي الريم عن سطح السائل اثناء الغليان زي ما بيصير معاي في اللحمة او في الجاج عشان ما يعكر الشربة اللي انا بدي استخدمها طبعا الطهو اهم اشي في عملية الطهو انه يحافظ الطهو على القيمة الغذائية للاطعمة ويجعلها سهلة التقطيع والهضم مناسبة جدا للاطفال ولكبار السن واللي بيعانوا من مشاكل معينة بالمعدة او الى اخره كتير مهم اني انا استخدم لالهم طريقة الطهو بالسلق طبعا هنا النشاط بحكيه عن سلق البطاطا كيف انهم يقوموا بسلق البطاطا سهل جدا الان ثاني عملية من عمليات الطهو او طريقة من طرق الطهو هو الطهو بالتسبيك الطهو بالتسبيك هو طهو الطعام في كمية محدودة من الماء بش زي كمية كافية وغامرة للأكل لا كمية محدودة في وعاء محكم الغطاء في درجة الحرارة اقل من الغليان اذا طهو بالسلق يختلف عن الطهو بالتسبيك انه الطهو بالسلق بوصلها لدرجة الغليان اما الطهو بالتسبيك ما بتوصل لدرجة الغليان الطهو بالسلق بحتاج لكمية ماء كبيرة الطهو بالتسبيك كمية الماء في بتكون محدودة درجة الحرارة بتتراوح ما بين 85 ل 93 درجة مئوية يضاف عند الطهو بالتسبيك قليل من زيت الذرة او زيت الزيتون او الزبدة الى الاطعمة المراد طهوها بهذه الطريقة وقبل تسبيك اي طبق نحتاج الى طهو المادة الغذائية بطرق اخرى يعني ممكن ان انا اعمل على سلق الطعام بعد ذلك اعمل على تسبيكه او ممكن ان اعمل على قليل طعام ثم استخدم طريقة التسبيك او اعمل على اشتواء الاطعمة وبعد ذلك استخدم التسبيك معها بوضعها في وعاء محكم يحتوي على الزيت والبصل والثوم وتمتاز اللحوم والخضروات المسبكة بانها جيدة النجر وكثيفة القوام ومتماسكة مهم كتير اعرف انه انا لما اعمل اي طعام بالتسبيك بتكون كثيفة القوام ومتماسك ويكون لون سطحة عنده وضحها بالفرن محمر غير محروق ومن الامثلة عليها اي صنية يا تامن انا بدي استخدمها صنية بطاطا صنية لحمة صنية دجاج بنزلت بتنجان صنية خضار الى اخره بعمل على قلية الاطعمة او مثلا لو صنية بطاطا بدي اعمل على قلية البطاطا واعدادها وسلق الجاج ومن ثم بدي اعمل على تسبيكهم بدي احطهم مع بعض في الصنية واحط عليهم شوية من الزيت وشوية من المرق واعمل على تسبيكهم مع بعض في درجة حرارة اقل من درجة الغليان وهاي هي عملية التسبيك الطريقة الثالثة من طرق الطهو اللي هي الطهو بالقلي العميق يحتاج الطهو بطريقة القلي العميق الى كمية زيت كبيرة اكبر من كمية المستخدمة في القلي البسيط القلي البسيط مثل قلي البيض بقلي بسيط اما القلي العميق وعكس ذلك يحتاج الى كمية زيت كبيرة و الى درجة حرارة عالية نسبية انتصر الى 180 درجة سيليل ويستعمل القلي العميق في طهو الخضروات زي القرنبيط عشان يستوي مضبوط البيض نجان الكوسة الاسماك والطيور ضروري يكون قليها قلي عميق عشان تستوي ويمكن اضافة اغلفة غذائية زي اللي احنا بنحطها على الجاج قبل ما احنا نعمل على قلية اللي هو بحكي لك تتكون من الطحين مضاف الها ملح وبهارات وباد وقرشلة مطحونة وخلطات خاصة تمتاز الاطعمة المقلية قليا عميقا بانها اطعمة ناضجة مئة بالمئة مقرمشة القوام وتعد من الاطعمة سريعة التجهيز يمكن تحضيرها مسبقا واضحة في التلاجة يعني ان انا اعمل على تحضيرها فقط لاعدادها بهذه الطريقة ولما بدي اعمل على قليها مباشرة بطولها وبعمل على قليها بشكل زي مثلا زينجر او البرجر او الى اخر وهي كلياتها قلي عميق ايضا رابع طريقة من طرق طهو الطعام الطهو بالشواء هو الطهو باستعمال الحرارة الجافة اما ان تكون فرن الغاز او الفرن الكهربائي او استعمال الفحم زي المنقل الطهو بالشواء من اسرع اهم ما يميزه انه اسرع طرق الطهو ويمكن الاستفادة من العصار الناتجة في عملية الشواء فيه يعني لما انا احط مثلا ممكن جاج او لحمة او الى اخر اما لا شواء او بالفرن العصارة الناتجة من عملية الشواء من شوي هذي الجاج او الى اخر ممكن ايستخدمه في تحضير صلصات مرافقة للاطعمة القوام بالنسبة للحوم اللي يتم شواءها يكون طريا اما الخضروات فتكون لينة القوام ويمكن تحكم بدرجة رتوبة الاطعمة بتغطيتها اثناء عملية الشواء اني اغطيها بقصدير او الى اخر لما بدي اشويها بالفرن اذا بدي اتحكم في رتوبتها بشكل اكبر عشان ما تجف بالمرة طبعا الشواء ايضا صحي الشواء صحي واخر عملية من عمليات الطهو اللي هي الطهو بالبخار الطهو بالبخار يحتاج الى طنجرة خاصة وممكنني انا استخدمه بوضع وعاء او بوضع طنجرة واحط فوق الطنجرة مصفاي بس تيجي على ادى الطنجرة بالزبط في داخل الطنجرة بدي احط الماء في القاع و بدي احط المادة الغذائية اللي بدي اعمل على طهوها في المصفا فوق الطنجرة اما بطنجرة خاصة زي ما هم عارضين ليها او ممكن انا استخدمها في البيت اذا كانوا بطبقوا ع بعض مية بالمية بهذه الطريقة ممكن انا اي مادة الغذائية اعمل على طبعا كيف توضع الطنجرة على المصدر الحراري ويبدأ الماء بتبخر وتبدأ الاطعمة بالنج ومن الاطعمة التي تطهى بهذه الطريقة زي ما احنا نعرف المفتول ما من تم طهو الا بهذه الطريقة الخضروات ذات القشرة مثل البطاطا والجزر ممكن انا اعمل الريبيان او الجنبري ايضا بهذه الطريقة ويحافظ الطهو بهذه الطريقة على القيمة الغذائية للاطعمة زي الطهو بالسلق وهي سهلة الهضم ما يجعلها مناسبة للمرضى او لكبار السن نفس عملية السلق لكن مش بشكل مباشر باستخدام البخار طبعا درجة حرارة البخار بتكون عالية جدا لذلك هي اعلى حتى من درجة حرارة الماء لذلك تعمل على طهو الاطعمة او تساعد في طهو الاطعمة ترجمة نانسي قنقر